عزائي في جزء اهام جدا من رحلة الميلاد انا بحب انبر عنها هو الله بيتكلم من خلال الاحلام فانجيل لوقة الاصحاح الاول والاصحاح التاني او في بشارة متى الاصحاح الاول بتشوف انه الله بيتكلم من خلال الاحلام وهذا ليس شيء جديد في العهد القديم في قصص عديدة انه الله كان بيتعامل وكان بيتكلم من خلال الاحلام وكانت الناس تروح للرائي او للنبي حتى يفسر الحلم مثلا نقرأ عن دانيال كان يفسر الاحلام وهذا قاده ان يكون في منصب ومرتبة عالية سواء في مملكة بابل او في مملكة مادي وفارس ايضا نقرأ عن يوسف في العهد القديم كان يفسر الاحلام وجعلت منه انسان في منصب عالي في مملكة فرعون وهكذا في امثلة كثيرة في الكتاب المقدس لكن منشوف في تحركات ملائكية كثيرة في قصة الميلاد ومنشوف في تعاملات كثيرة من خلال الاحلام الله اتعامل بحلم مع يوسف مع المجوث وهكذا في احلام كثيرة حتى يوصل اما رسالي الحلم حتى يوصل رسالي او اخبار او تحذير او انذار مثلا في وضع يوسف ومريم حتى يهربوا مع الطفل الى مصر في اعلان بحلم من من خلال الملاك اللي اتعامل معهم وكذلك ايضا خلال حلم المجوث تركوا الى طريق اخرى حتى يحموا انفسهم من غضب هيرودوس الملك فالله بيتعامل بطرق متنوعة لكن عاوز اقول شيء الله بعدما كلم الاباء بالانبياء قديما بانواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الايام الاخيرة في ابنه اي في الرب يسوع المسيح فيسوع هو الاعلان النهائي الاعلان الكامل اللي لا يوجد اي اعلان بعد هذا الاعلان لكن الله من فترة لاخرى بشكل خاص او محدد بيتعامل مع بعض الناس من خلال احلام حتى يشجع اما ينظر او حتى يبارك او حتى تكون في رسالة خاصة فانا بصلي من خلال هذه الامور حتى في اي طريقة اعلان انه دايما يكون بيتناسب وبيتمشى بحسب الوحي في كلمة الله لا يكون مناقدا لكلمة الله وشئتان مهم من خلال الاحلام لو الله بيتعامل معاك انه تكون لمجد الرب يسوع المسيح